تقرر تعليق الدراسة بالمؤسسة الاستعليمية بسوء الأحوال الجوية بالشمال في هذا السياق أفاد بلاغ للمديرية الإقليمية لوزارة الطربية الوطنية بيتطوان بأنه تقرر تعليق الدراسة بجميع المؤسسة الاستعليمية خصوصا تلك المزواجدة بالمجال القراوي بالإقليم وذلك سفاديا للمخاطر النجمة عن سوء أحوال الطبس وجاء هذا القرار الذي تم اتخذه بتوجهات من السلطات الإقليمية بتعليق الدراسة كخطوة احترازية بسبب النشرة الإندارية التي وجهتها مديرية الأرصاد الجوية كما يأتي القرار طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية تحت عدد 14.162 في شأن الحماية من الأخطار النجمة عن التقلبات المناخية والسوء الأحوال الجوية ودعت المديرية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات حفاظا على سلامة التلاميذ والتلميذات وكفة الأطور الإدارية والتربوية بالمؤسسة التعليمية في العالم القراوي إذن سوف يتم تعليق الدراسة في العالم القراوي بستوان بسبب الأحوال الجوية التي عرفتها ستوان مؤخرا كما تعرفون يوما لأمس فهناك فيضانات خطيرة جدا سواء على الأطفال أو الكبار بالتالي تم تعليق الدراسة حفاظا على أولئي الأطفال كذلك إذن نتمنى الخير لأصدقائنا في ستوان ولإخواننا في ستوان نتمنى الله أن يسرع عليهم وأن ينجيهم من الغرق اشتركوا في القناة